تلبيئة المسطحات، هنتبعها مع حضرتكم تحديدا في نطاق مدريات أمن المنوفية والشرقية والأليوبية واللي نجحت في ضبط قضايا ومخالفات الحقيقة قوانين حماية البيئة ومسلزمات الانتاج الزراعي والحيواني والداجيني من الأسبدة والمبيدات عندنا تقرير، خلالنا نشوفه ونرجع لحضرتكم قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات بنطاق مدريات أمن المنوفية والشرقية والقليوبية لضبط مستلزمات الانتاج الزراعي والداجيني المغشوشة نجحت خلالها في ضبط تسع شركات ومخازن بدون ترخيص بالمنوفية داخلها أكثر من 1800 طن من الأسمدة والمبيتات الزراعية والأعلاف غير مصرح بتداولها كما تم ضبط مصنع دون ترخيص لمستلزمات الانتاج الزراعي بالشرقية بداخله 1400 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخاصبات زراعية غير مصرح بتداولها و25 ألف لتر مواد مجهولة المصدر الإدارة تمكنت من ضبط مصنعين للأغذية والحلوة بدون ترخيص بالقليوبية بداخلهما 17 طن منتج نهائي مصنوع من مواد مجهولة المصدر تم ضبطها